يابا السلام عليكم طلبته شرح قال المثال ما اللزوجة لطالد دكتور المثال ما اللزوجة اول شي نكتب المعطيات نفس ما كتبتنا الدكتور اول شي الكثافة الكرة الحديدية كثافة الزيت وهو الجلسرين القطر الكرة الدية والجي هو التعجيل الارضي القانون يقول لك اي تا اللي هو اللزوجة يساوي الجي في رو ناقص الكثافة الزيت على ثمنتاعش في القطر الكرة المخصوض بي طبعا على الفي السرعة والفي هي نفس شرحة مثل السلوب اول شي حسب الاصطوان التدريجي لعد الدكتور الشرح عليها الدكتور مرقمه من الاربعين الى العشرين من الاربعين سنتمتر مرقمه الى العشرين انا شي اجي اجي افعله ارسم هذا المخطط يمثل طول الاصطواني يمثل طبعا التي الوقت الاول الراحة اقيسة التي تو هو الوقت الثاني اللي دائما يصير خطأ بين التوقيت الاول و الثاني فأجمعهم وأقسمهم على ثاني يطلع للتي أفيرج راح أستخدم قانون الاسلوب أرسم المخطط هذا يمثل للأل اللي هو ارتفاع الأسطوانة طبعا يمثل لي فأول شي بي الأل أربعين خمسة وثلاثين ثلاثين خمسة وعشرين عشرين والمستوى الأفقي اللي هو راح يمثل لي الزمن أو المعدل الزمني اللي يبدو من الواحد للستة ليش أخذت للستة ما أخذت للخمسة لأنه بالأخير راح يطلع لي أنه الأعلى واحد إنه هو الخمسة بوينت ستة أكبر من خمسة فأخذتها للستة نجي نشرح هذا الشوان صار هي أول شي أرمي الكرة الحديدية أو الكرة الاستيل من الاسطوانة من أربعين سنتيم إلى عشرين سنتيم طبعا بينما أرميها أشغل الساعة الساعة الرقمية من أنا رميت الكرة إلى ما وصلت العشرين سنتيمتر طلع للتي وان خمسة بوينت ثمانية وخمسين نفس ما قاتب الدكتور عندنا بالضبط أرميها النوب من خمسة وثلاثين إلى عشرين راح يطلع لي خمسة بوينت أربعة وثلاثين أرميها من ثلاثين إلى عشرين راح يطلع لي أربعة بوينت خمسة وثمانين والبقية كذلك طبعا ناخد التيتو التيتو هم أرمي الكرة لازم يصير عند اختلاف شوية بالوقت اختلاف بسيط جدا هم رميتها من جديد من أربعين إلى عشرين طلع للخمسة وثلاثين وستين من الخمسة وثلاثين إلى عشرين طلع لي خمسة وثلاثين ثلاثين ثلاثين إلى عشرين أربعة بوينت سبعة وثمانين والبقية هيتي أنا ذوي أجماعهم أقسمهم راح يطلع للتي أفرج طلع لي التي أفرج إيش أسواني عندي المشكلة هنا بهذا السؤال هو كلها تطبيق مباشر بس اثناء الميل لازم أطلع الميل هو المشكلة هنا عندي الميل الميل إيش شواني طلعه السلوب هو يسوي دلتا أل على دلتا تي تربية خاف أحد من الطلاب يقول ليش التي ما ربعناها تي ليش ما ربعناها هذا المستوى الأفق نفس ما قال الدكتور بأول محاضرة نزلها قال إنه المستوى الأفقي دائما ناخذة تربيع يعني باعتبار مربعة السلوب دلتا أل على دلتا تي تربية دلتا أل هو أل تو ناقص أل وان أل تو هو أعلى شي عندي بالأسطوانة اللي هو أربعين ناقص أل تو هو الرقم الآن اللي راح أخذ اللي هو الخمسة وعشرين شا سواني هسا أجيب أرسم مثلث المثلث على شنو اعتمدت إرسمته أعلى رقم عنده هو أربعين وأعلى رقم عنده بالتيفرج هو خمسة بوينت ستة أجي أوصل بياناتهم من الأربعين للخمسة بوينت ستة هاي هي النقطة ثاني شي أنزل أوصل من 35 شنو يقابلها خمسة بوينت ثين وثلاثين خمسة وثلاثين يقابلها خمسة بوينت ثين وثلاثين أوصل بياناتهم أيضا ثلاثة أوصل ما بيال لثلاثين شنو يقابلها لثلاثين أربع بوينت ستة وثمانين هم أوصل راي طلع لنقاط أوصل بياناتهم في نقطة المرتكز راي طلع لهذا الميل للسلوب هو هذا الخط المائل أريد أقيس هذا هو بعد ما وصلت بياناتهم السلوب نفس ما قلنا دلتا أل على دلتا تي تربية الدلتا أل هو ألتو ناقص ألوان أربعين نفس ما قلنا على ناقص 25 طلع على 15 زيان الدلتا تي شون أحسبها نفس ما قال الدكتور بالمحاضرة الطلبة من عند الطلابي هي عيد لهم شرح السلوب نفس ما قال قال التي تو تي تو تمثل هاي التي أفرج هي نفسها تمثل يعني أنقص مننا هي تي راي طلع لهو نفسه التي أفرج اللي هو 5.6 التي وان هاي النقطة يعني نقول القواعد المثلث نقدر نقول عليها زاوية التسعين هي تي أرسم من عندها خط إلى إلى المستوى الأفقي راح يطلع لي 5.6 ناقص التي تو مننا هاي التي تو أنا قلق إلى ما حصل المستوى الأفقي راح يطلع لي تقريبا اثنيا ونص بالتقريبي نحن كلها تقريب وطبعا هو أهم شي الفكرة ما هو هذا السؤال اثنيا ونص أجي ناقصه مش قد راح يطلع لي 3.1 3.1 السلوب هذا هو القانون كبل أعوض ب 15 على 3.1 راح يطلع لي الميل بلش فيه راح يطلع لي 15 تقسيم راح يطلع لتقريبا نص أو شون نص 15 تقسيم 3.1 راح يطلع لي 5 بالتقريب راح يطلع لي بالتقريب 5 مستعش تقسيم 3 5 بس أعوض الخمسة هنا بهذا القانون وذن كل هن عندنا كل هن عندنا موجودات ال G 980 الكثافة الكرة الحديدية 7.8 ثم كثافة 1.2 على 18 هذا ثابت وال D عنده 25 مرة حربعة راح يطلع لي 0.625 على V5 راح يطلع للناقض مباشرة ها هي وشكرا لكم